نروح مع حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء موجز التاسعة صباحا مع رجاء رمزي فضل رجاء شكرا جزيلا محمد مشاهدين التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لآخر وأهم الأخبار يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح حسيسي والشيخ محمد بن زيد النهيان رئيس دولة الإمارات إطلاق مشروع رأس الحكم التنموي وخلال فعليات إطلاق المشروع شهد الرئيس عرضا مرئيا حول أداف المشروع ومكوناته وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبئية كبيرة وشهد أيضا توقيع عدد من الشراكات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع وقد أعلم الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ما بين البلدين الشقيقين هذا وقد شهد الرئيسان كذلك قيام عدد من الشركات العالمية والمصرية والإماراتية استطاق شراكة لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكدت مصر التزامها بالتعامل مع المجتمع الدولي لتنسيق توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وخلال اجتماع لجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حمل مندوب مصر الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية عرقلة جهود تقديم المساعدات الإنسانية بشكل يرقى لانتهاك جسي من القانون الإنساني الدولي وإتحادات جينيفا كما شدد مندوب مصر على التزام مصر بحماية الأشخاص ضد أي كوارث وتقديم المساعدات الإنسانية وكافة نطاقات الخدمات الحكومية إلى ملايين الأفراد الذين هربوا إلى مصر من النزاع المسلح في الشرق أوسط وإفريقيا أجرى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي جانويل بارو تناول خلاله مستقدات الأوضاع في لبنان والمنطقة وأكد عبد العاطي ضرورة تحقيق وقف فوري لأطلاق النار وخفض التصعيد لاحتواء الموقف كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر الكامل لأي انتهاك يمس سلامة وسيادة لبنان على كامل أراضيه وأهمية تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني للشعب اللبناني بالإضافة إلى تمكين الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها من القيام بواجباتها أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الإسرائيليين بوابل من الصواريخ في كل من كفر جلعاد وخلت عبير في يارون وأفد بيان للحزب أن عناصر تصدت لمحاولة جنود الاحتلال الإسرائيلي التقدم باتجاه محيظ البلدية في بلدة العديسة وأن الاشتباكات مستمرة بالتزامن شنت قوات الاحتلال غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت أفدت وكالة الأنباء اللبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت منزل مدير مدرسة الأبرار في بلدة الرفيد قضاء راشيا الوادي ما أدى إلى استشهاده كانت مسيرة إسرائيلية قد نفذت غارتين بصرخين موجهين مستهدفة سيارتين على طريق برج زبدين النبطية وأسفرت عن سقوط شهدين وإصابات وذلك حسب وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها تقديم مساعدات إنسانية جديدة بما يقرب من 157 مليون دولار لدعم السكان المتضررين في لبنان والمنطقة وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا التمويل سيلبي الاحتياجات الجديدة والحالية للنازحين داخليا واللاجئين داخل لبنان والمجتمعات التي تستضيفهم مشيرة إلى أن المساعدات ستدعم أولئك الذين يفرون إلى سوريا استشهد ثمانية فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثرى قصف من قبل طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلتين في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات كما استشهد فلسطينيين آخران في قصف من قبل طائرات الاحتلال لمنزل شمال شرق مخيم في مدينة دير البلح سشهد فلسطينيين فيما أصيب آخرون في قصف من قبل الاحتلال لمركز لإيواء النازحين فلسطة الصلاح بالمدينة وأخيرا أفد المركز الوطني الأمريكي للأعصير بأن العاصفة ليزلي تحولت إلى إعصار في المحيط الأطلنطي وأضف المركز ومقره ميامي أن سرعة الرياح التي يحملها الإعصار تصل إلى 120 كيلو متر في الساعة نهاية الموجز مشاهدين عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر